المترجم للقناة ومع وجود لجنة القضاء على التمييز العنصري إلا أن التمييز انتشر أكثر في المجتمعات الخليجية باستثناء سلطنة عمانة التي حصنت نفسها من هذا الوباء أما الباقية فقد مضت على ذلك النهج واستقوت أكثر بعد عودة المملكة المتحدة إلى الخليج وزادت حدة التمييز العنصري البغيذ وزاد معدل الانتهاكات لحقوق الإنسان وحرمانه من أبسط حقوق خاصة المشاركة في دارة شؤونه العامة وبدأ مسلسل نهب الثروات بأشكال متعددة وزادت حدة العدامات وبدأنا نسمع عن سجناء الرئيم بين النواب والناشطين والمغردين وبالأمس وردنا خبر اعتقال الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغة التي جلست على هذا المقعد بعد مشاركتها في أعمال هذه الدورة فور عودتها إلى البحرين وعلى مرأة ومسمع من المجتمع الإنساني الدولي والدول الحليفة للخليج كبريطانيا بعد أن كانت شعوب الخليج تبني على شراكتها آمالا كبيرة لتحقيق تنمية حقيقية بالتشارك مع الشعوب وليس مع الأنظمة ومعاونتها لسحق الشعوب لم يبقى أمامنا من حل عادل لإنقاذ شعوب منطقة الخليج من الردة التي تشهدها للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والاحترام حقوق الإنسان إلا بالتحول الديمقراطي إلى ملكيات دستورية يترك فيها للشعب إدارة شؤونه العامة شكرا سيد الرئيس